أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاة حي على الفلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنهم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألها وإن ما توعدون لا آتوا وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون إن قسوة القلب مرض عظيم ابتلينا به في هذا الزمان فأصبحنا نسمع القرآن ولا نتأثر وندفن موتانا ولا نعتبر ونسمع المواعظ والعبر ولا نتذكر والسبب قسوة القلب وما أنزل الله من داد إلا وجعل له الدواء ودواث قسوة القلب ومداومة النظر في كتاب الله بتدبر وتفكر فإن هذا الكتاب الذي إذا تنزل على جبال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب كم فيه من الآيات والسورة وكم فيه من المواعظ والعبر ولكن كما قال تعالى ثم قسط قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة نعم أيها الإخوة الأحباب موعظة بليغة وكلام موجز بسيط وعظنا به النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا أهل العلم على أن هذه الموعظة هي من أبلغ مواعظه صلى الله عليه وسلم فقد أبلغ في الموعظة وأوجز في الكلام كلام موجز بسيط ولكن يحمل من المعاني الشيء الكثير ولا عجب فإنه صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلمة يقول الكلام القليل ولكن يحمل من المعاني الشيء الكثير فمن مواعظه صلى الله عليه وسلم البليغة قوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هازم اللذات نعم أيها الإخوة المسلمون يوم أن غفلنا عن الموت وسكرته وعن القبر وظلمته وعن السؤال وشبته ويوم القيامة وقربته وعن السرات وذلته يوم أن غفلنا عن هذه الأشياء قسط القلوب فهي كالحجارة أو أشد قسوة لذلك قال صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هازم اللذات نعم الموت ما ذكر في قوي إلا ضعفه وما ذكر في عزيز إلا أذله وما ذكر في كثير إلا أقل هو الموت ما منه ملاذ ومهرب متى حُط ذاع النعشه ذاك يركبه نشاهد ذا عين اليقين حقيقة وكأننا بما علمنا يقينا نكذب نشكو إلى الله قسوة في قلوبنا وواعد الموت فينا كل يوم يندب نؤمل آمالا ونرجو نتاجها وعلى الرذا مما نرتجيه أقرب قال أهل العلم الموت هم مفارقة الروح للجسد والحيلولة بينهما أي الانتقال من حال إلى حال ومن دار إلى ذا وسماه الله عز وجل مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن أنتم دربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فالموت مصيبة ولكن الأعظم مصيبة من الموت هو الغفلة عن الموت هو عدم تذكر الموت هو عدم الاستعداد للموت لذلك قال أهل التفاسيل في قوله تعالى وللي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عمل قالوا أكثرهم للموت ذكراً فمن كان للموت ذاكراً كان للموت مستعداً قال أبو علي الزرفة من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاث تعجيل التوبة نشاط في العبادة وعدم قناعة في القلب ومن نسي الموت عوقب بثلاث تسويف التوبة وكسر في العبادة وعدم قناعة في القلب إذن بما يرقق القلوب هو التفكر في الموت وأحواله وفي القبل وظلماته لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها لماذا فإنها تذكركم الآخرة يوم أن غفل الناس عن الآخرة قسف القلب وعطلت الصلوات وارتكبت المحرمات وتكاسل الناس عن الطاعة فيا غافلاً عن العمل وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل قل لي بالله عليك أخي المسلم هل تفكرت يوماً وأنت تخرج في الصباح أنك لن ترجع إلى بيتك مرة ثانية هل تفكرت في أن هذا اليوم قد يكون آخر يوم لك في هذه الحياة هل إذا أتك ملك النوت الآن فهل أنت راضٍ عن نفسك هل أنت مستعدٌ لذلك هل أنت مستعدٌ للقاء ربك هل أنت تحب لقاء ربك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الموت كلمة ترتج منها القلوب وتقشعر منها الجلود ما ذكر في قوم إلا ملكتهم الخشية وأخذتهم العبرة وأحسوا بالتفريض وشعروا بالتقصير فنذنوا على ما مضى وأناه إلى ربهم ونسيان الموت ضلالٌ مبين وبلاءٌ عظيم ما نسيه أحدٌ إلا طغى وما غفل عنهم رئٌ إلا غوى ولا يمكن علاج ذلك ولا التخلص منه إلا بتاء ذكري قول الله تبارك وتعالى وما تدري نفسٌ ماذا تكسب غدا وما تدري نفسٌ بأي أرض تموت أيها الإخوة الأحباب ونحن في غفلةٍ من الحياء قد نتفاجأ برسالةٍ أو اتصالٍ أو غير ذلك بأن خلاناً قد مات وهو في كامل صحته وعافيته عجبٌ لنا كيف نتجرر على الله وأرواحنا بيده كيف نستغفل رقابته والموت بأمره روي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فخال له من أنت؟ قال ملك الموت أنا الذي لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشرة قال إذا فأنت ملك الموت قال نعم قال أتيتني ولم أستعيد فخال له يا داود أين فلان جارك؟ أين فلان قريبا؟ قال مات قال أما كان لك فيها أولادي عبرة تأمن في حالك أيها المسلم وأنت تجر ثياب صحتك متناعماً بالنعمة العافية فرحاً بقوتك وشبابك وقد هجم عليك المرض ودخل وجاءك الضعف بعد القوة وحل الهم من نفسك محل الفرج وبدأت تفكر في عمر أفنيته وفي شباب أضعته وفي أموال جمعتها وفي دور بنيتها حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون حتى إذا جاء أجلك وفاضت روحك إلى السماء وصرت جسرة هامدة وجيفة بين أهلك وعاشروتك وقد استوحشوا من جانبك وتباعدوا من قربك لماذا؟ فقد مات اسمك الذي كانوا يعرفون كما مات شخصك الذي كان به يأنسون يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجو إثنان ويرقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويرقى عمله وإن الميت إذا ودع في قبره سئل عن ربه وعن نبيه فإن أجابه فقد سبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل في القبر فشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فذلك قول الحق تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وإذا فشل في الإجابة على سؤال الملكي فإنه يستحق ما أعده الله له من عقاب إلى يوم الحساب روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا ردع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا أتاه ملاكان فيقعدانه فيقولان له ماذا كنت تقول في هذا الرجل أي في محمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبلق الله به مقعدا في الجنة فيراه ما جميعا وقيل عن قتاده وقيل أنه يفسح له في قبره سمعون ذراعا ثم عاد إلى حديث أنس أنق أما المنافق فيقال له ماذا كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت وإضرب بمطالق من حديد بين أذنينه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلي الأيج والإنس وبعد فهذا مصيرنا يا معشر الغافلين فالقبور بيوتنا بعد الترف والليل والقيامة تجمعنا وتنصب الموازين والأهوال عظيمة فرين المتفكرون أيها المتيقذون وهم نائمون أتبنون ما لا تسكنون أتجمعون ما لا تأكلون طوال نهاركم تلعبون وطوال ليلكم ترقدون وفي المعاصي غارقون وللفراغم مضيعون أما الأموال فتجمعون فإنها لغيركم حين تموتون لا تفرحوا بما تفرحون والحق فيها ما تخرجون أيها الإخوة المسلمون إن الله هو القوي الغني ونحن الضعفاء الفقراء لا تنفع بطاعته ولا تضره معاصينا ولو أن جميع أهل الأرض كفروا بوحدانيته ما أنقص ذلك من ملكه شيئا ولو انقطعوا لعبادته ما زاد ذلك في ملكه شيئا ولو سلبكم نعمة من نعمه ولو سلبنا نعمة من نعمه فليس في الوجود من أن يستغير أن يردها علينا ولو أدف عضواً من أعضاء له فمن ذا الذي يعوضه علينا أيها الإخوة المسلمون والله ليس في الطاعة عيب حتى تتركه ولا في الاستقامة عار حتى تنحوها نحن نرى البهيمة تخاف عصى مالكها وشدة غضبه عليها والناس لا يخافون من نار جهنم التي وعدت المذنبين منه ونرى الكلب يستحي ممن أطعمه مرة واحدة والناس لا يستحيون ممن أطعمهم ويطعمهم طوال حياتهم ويلبي له كل حاجاتهم والله ليس بينكم وبين الموت ليس بيننا وبين الموت سوى قبض أرواحنا وتسوية الطراب فوق رؤوسنا ولا ظنه بعيدا وهو قريب فكم رأينا أجسادا سليمة قوية فمرضت في أقل من لمح البصر وصارت طريحة الفراش ضعيفة هزيلة تستجدي المعونة والمساعدة ورأينا حكاما ظنوا أنهم أقوياء فكفروا وطغوا وتجبروا فأذاقهم الله وبال أمرهم وأخضع هاماتهم عند عقدام الرجال ورأينا أقواما كثيرة المال والأقارب فمزق الموت شملهم وجعلهم العبرة لمن يعتبر أقول قولي هذا الواسطة الحمد لله وحده والصلاة على السلام على من لا نبيبان فجدير بمن كان الموت مصرعه والتراب مجعه والدود أنيسه والقبر مقره والأرض مستقره ويوم القيامة موعدة والجنة أو النار موردة ألا يلتز بطعام أو منام أو شراب ولا يكون له فكر ولا ذكر إلا في الموت والإستعداد له وهنا يكون بتوجيه نصيحة إلى نفسه فيقول يا نفس هذا اليوم لي فلا تضيعيه بل اجتهدي فيه واملأي خزانتك بكنوز الأعمال الصالحة ولا تتركيها فارغة ولا تميني إلى الكسر والراحة والتسويف وإلا تعذبتي بألم الحسرة والندامة ولكن ميني إلى أداء الواجبات وفعل المستحبات واجتني بالمحرمات والمكرهات وإن وجدت قصورا فتداركيه بالتوبة والاستغفار يا نفس يا نفس أعلم أنك أعداء أعدائي خلقت أمارة بالسوء كم تمنيت مال غيرك وكم فردت في طاعة ربك وكم انجرفت وراء الشهوات بغير تدبر وكم استرسلت في فعل المعاص بغير تفكر وكم تهاونت في فعل البغض والخير بغير تدبر يا نفس ألا تعلمين أن بين يليك الجنة أو النار أما تعلمين أنك صائرة إلى إحداهما أما تعلمين أنك مطلوبة لهول يوم عظيم وعساك اليوم تخطط فيه قد تشعرين أنك من المعمرين وهو شعاب وهو شعور المخدوع فقد مرت الأيام والشهور والدهور وجاء من جاء وراح من راح وتعب من تعب واستراح من استراح وأنت ما زلت تسترسلين في ضيك ولهوك وعبثك حتى تسترخي أجفانك على عينيك ويدخل ظلام الموت عليك وهنا تحاولين الاستيقاظ ولكن هيهات هيهات لقد استيقظت بعد الفوات يا نفس إنه من الخداع أن تظن أنك واقفة والزمن يسير فإنه خداع النظر يخيل للراكب أن الأشياء تجري من حوله وهو يقف في مكانه يا نفس إن زمن يسير بك إلى مصيرك المحتور فالزمن مع البشر جاد ويسجل أعمال العباد وهو لا يقف محايدا معهم أبدا لا يقف محايدا معهم أبدا إما صديق مدود وإما عدو مدود يخل الحسن البصري رحمه الله تعالى ما من يوم ينشط فجر إلا ينادي المنادي من قبل الحق تبارك وتعالى يا ابن آدم أنا خلق جديد فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكثابه وهو لا يدري وكم من صغار يرتجى طول عمره وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر وكم من صحيحه مات من غير علم وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من عروس زان ينوها لزوجها وقد قُبِدت أرواحهم ليلة العُرسي النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترق ما فيها النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترق ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنه إلا التي كان قبل الموت يبنيها فمن بناها بخير طاب مسكنه ومن بناها بشر خاب بانيها أموالنا نجمع لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب التهرن بنيها أين الملوء التي كانت مسلطنة فقد سقاها بجأس الموت ساقيها لا تنظر إلى الدنيا وزينتها ونظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن أيها الإخوة المسلمون أيامنا في الدنيا قليلة وإن طالت فهي قصيرة ولذاتها وإن كثرت فستورثنا حسارات كثيرة وعدم العمل بأحكام الدين دليل على انطناص قصيرة أظلم الناس من ظلم نفسه بمعصية الله حتى استرجب مقته وأضيع الناس من سمع الموعظة فأصر على ذنبه وابتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحتحول به بيننا ومعصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارس منا واجعل سأرنا على من ظلمنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أبن برهمنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل إلى النار ناصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وقم إلى صلاتك ما يرحمه الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مانك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفخ في الصور ذلك يوم عيد وجاءت كل نفس معها سائق وشيد لقد كنت في وفلة من هذا فكشفنا عنك رقاءك فبصرك اليوم حديد سمع الله و الحميد سمع الله و الحميد سمع الله و الحميد الله و الحميد الله و اكبر اياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم وعلى الطالين آمين وعزلفت الجنة للمنتقين غير بعيد هذا ما تمعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب واجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخرود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله سمع الله لمن حميد الله 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 السلام عليكم ورحمة 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 الله